اشتركوا في القناة اصفل الفيديو تمام في عندنا مهام اجازة الربيع كل يوم بيعطونا مهمة في واحدة من المهمات فيها جائزة مجانية اللي هي حقيبة الظهر انا نزلتها من ضمن تحديات اجازة الربيع لكن الان هتشرح لكم الثلاثة التحديات اللي هي مهام اجازة الربيع اليومية تمام عندنا التحدي الاول يقول لك زر عروض شجرة ازهار الكرز اول ما تحط على التحدي يبين لك خمس مواقع هم طالبين ثلاثة المكان اللي هم محددينه فيها شجرة نفس الشجر هذه تمام عشان انحسب معاك التحدي ضروري انك انت تيجي جنب الشجرة نفس النظام ده لانك لو بعثت عنها نفس النظام هذا ما ينحسب معاك التحدي ضروري تزور الشجرة نفسها فينحسب معاك واحد هم طالبين منك ثلاثة ومحددين لك المواقع تقدر تسويها في كذا مو ضروري في جيم واحد طيب في التحدي التاني يقول لك اجمع بيضة ذهبية عدد واحد التحدي هذا سهل بس متعب شوية عشان تسوي التحدي هذا الطريقة سهلة حاول انك انت اول ما تنزل الماب تنتظر الزونة الاول او الثاني بعد كده حيكتر الدجاج واكتر البيض بين البيض دائما تحصل بيضة ذهبية دائما بين البيضة الكثير حتحصل بيضة او بيضتين ذهبية تمام كل اللي عليك انك تيجي تضغط عليها مربع حينحسب معاك التحدي فهمتو كيف طيب في التحدي الثالث اللي هو التحدي الجديد اللي نزل اليوم يقول لك جند شخصية متخصصة عدد واحد اول ما تحط على التحدي بيقول لك مواقع كثيرة روح لأي موقع من المواقع اللي هم محددينها تيجي عند الشخصية وتوظفها بمئتين وخمسين من الدهب شايفين مكتوب توظيف انا ما عندي دهب اذا انت عندك دهب اول ما توظفها حينحسب معاك التحدي تمام هذه كانت الثلاثة التحديات اليومية لاجازة الربيع كل يوم هيعطونا تحدي تمام وكل يوم ان شاء الله هنزل لكم مقطع اشرح لكم التحدي واذا اجتمعت جميع التحديات اليومية هسوي لكم مقطع يشرح لكم جميع التحديات اليومية كذا وصلنا لنهاية مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الاتم شوب اكس تو اكس تو وهم شي لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله يتقابل مقطع اخر وفامان الله اشترك في القناة